الحيوانات لطالما شكلت تجسيداً قوياً للتراث الإنساني للمغرب فهي تقدم الشعور بالحب والوفاء والامتنان على طبق من ذهب لأصحابها ورداً على هذه الصداقة العميقة العاصمة العلمية شهدت افتتاح مركز لإيواء ورعاية الدواب مبادرة تهدف بالأساس لتشجيع وتقديم الرعاية المجانية للفرس الفندق يتوجد بالمغرب منذ سنة 1927 ويعمل على تقديم المساعدة للأشخاص في وضعيتها شاشة من خلال العناية الطبية المجانية ورعاية دوابهم المركز عبارة عن إستبل كبير يضم 30 مقصورة مخصصة لإيواء الدواب وتأمل مؤسسة الفندق الأمريكي والجامعة الوطنية للكشفية المغربية توسيعه بمقصورات إضافية جاء دور الآن لرعاية هذه الدواب حتى لا تبقى عرضة لكل ما هو سيء لذلك بدرت جهود متعددة بتعاون مع عمالتي وجماعة فاس شركة مريكة تشعل فرس كان عندها واحدة صغيرة كان أعتبرها صغيرة من هذا العمل الكبير اللي كيقوم بها فندق أمريكا وحنا جئت سعادة اليوم أننا شفنا هذا المحلول وغادي يكون عنده وقع كبير الدواب التي ستستفيد من خدمات هذا المركز غالبا ما تتواجد في قلب المدينة العطيقة وتشكل تراثا حضاريا وطاريخيا للمدينة تأمل الأطراف المعنية بالمحافظة عليه ورعايته عبر إطلاق مبادرات مشابهة ترجمة نانسي قنقر